فتحت قضية إسقاط التحالف الدولي ضد داعش مقاتلة سوريا من طراز سو 22 في ريف الرقة الجنوبي الغربي واسعا باب سجال كان حتى الساعة مواربا بين موسكو وواشنطن اذ حمل رد وزارة اتفاع الروسية على الحادثة تصعيدا غير مسبوق في اللهجة لم تكتفي موسكو بإعلان نيتها تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة مع واشنطن لتجنب الصدام في سوريا إترى الحادثة وإنما هددت وزارة دفاعها بأن منظوماتها الدفاعية الأرضية والجوية ستعد أي جسم طائر في مناطق عمليات الطيران الروسي غرب الفرات في سوريا أهدافا جوية منطقة تشمل وفق ما تبين الخرائط بلدة الرصافة في ريف الرقة الجنوبي الغربي التي يعتقد أن المقاتلة السورية سقطت قربها وحيث تسعى القوات النظامية السورية للتقدم بهدف فتح ممر لقواتها باتجاه محافظة دير الزور وفق ما ترجح تقديرات عسكرية متقاطعة إلا أن الخارجية الروسية حاولت إطفاء بعض الدبلوماسية على موقف وزارة الدفاع في موسكو ندعو الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لديها قوات أو مستشارون على الأرض في سوريا إلى تنسيق أعمالها مناطق خفض التصعيد هي واحدة من الخيارات الممكنة للتحرك قدما ندعو الجميع إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب واحترام سيادة سوريا غير أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شدد على أن إسقاط المقاتلة السورية من قبل طائرة من طراز F-18 جاء في إطار الدفاع عن حلفائه في قوات سوريا الديمقراطية قسد بعد تعرضهم لقصف جوي من الطائرة السورية مؤكدا أن التحالف لا يسعى للمواجهة مع القوات النظامية أو روسيا إلا أن تقلص المساحة الجغرافية الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد في الرقة والقوات النظامية الزاحفة في رفها الجنوبي الغربي يعزز احتمالات المواجهة إذ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان دلاع اجتباكات بين قسد والنظام في محيط بلدة الرصافة التي بلغتها القوات النظامية وقد أكد المرصد أن قسد سبقت الجيش النظامية في السيطرة على بلدة شويحان الواقعة شمال الرصافة بينما حذرت قسد في بيان القوات النظامية من أنها سترد في حال تعرضها لهجوم جديد من القوات الحكومية في المنطقة ويزيد من حدة التوترات الدولية حول سوريا أعلان الحرص الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ متوسطة المدى من غرب إيران عبرت فوق العراق على مقرات لداعش في محافظة ديرزور السورية صواريخ قالت إيران إن هدفها الرد على هجمات طهران التي تبنها تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر